السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف حالكم أصدقائي المتابعين في القناة The Future Coin وقناة Pitsy World العالم بيتكوين بهذا الفيديو سأشرح شوية عميلة الحرق 1.2 من 10% على منصة Binance ومنصة QCoin وسأتكلم عن إضافة زوجة تداول لونا كلاسيك USDT على منصة Binance أبما نبدأ في فيديو أصدقائي أتمنى أن تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي ولا تنسى تنضم لقناة Telegram الرابط سيكون أسفل الفيديو خليكم معنا أصدقائي لبعد الأندرو طبعا أصدقائي سعر العملي حاليا 0.3054 وصلت اليوم إلى 0.306 واجهنا المقاومة عند الفيبوناتش وحاليا نزلنا عند الفيبوناتش 0.38 حاليا نرجع نمع الارتداد ممكن يكون تكسر إلى منطقة 75 وعند منطقة 75 ممكن تحدث التحليل طبعا عندي احتمالية كبيرة بكسر أحد الأصفار طبعا العملة متجهة إلى ارتفاع كبير جدا تم تحديث الكون ماركت كاب كان عندي خطأ في الكون ماركت كاب كان العملة بماركت كاب يتجاوز 2 مليار دولار وهي بالمرتبة 200 يعني كان في عملات ماركت كاب أقل من 2 مليار دولار لكن أعلى منها بالترتيب بالأمس تم تحديث الكون ماركت كاب وحاليا عملة تيرالونا كلاسيك بماركت كاب 3 مليار و 312 مليون دولار بالمرتبة 26 حاليا ارتفاع كبير جدا لهاي العملة وارتفاع كبير بالمرتبة من المرتبة 200 إلى المرتبة 26 فهذا أمر رائع جدا طبعا قريبا سنشوف العملة بمرتبة ما بين العشرة إلى الخمسة عشر في الأوقات القريبة طبعا خبري الأول من منصة بايدنس تم إضافة أو سيتم إضافة الزوجة تداول على الفيوتر اللي هو ألف لونة كلاسيك لكن رح يكون مقابل الـ USD بنعرف على منصة بايدنس تقدر تداول لعملة لونة كلاسيك لكن عن طريق عملة الـ USD فقط ابتداءا من الغد في الساعة الثالثة عشر بتوقيت الـ UTC رح يتم إضافة مقابل الـ USD طبعا برافع مالي تصل إلى 25 اكس طبعا زقائي منصة كيو كوين قدمت دعمة لفرض الضريبة بنسبة 1.2 من 10 بالمية لكل عملية أو لكل عملية تسحب وإيداع على عملة تيرا لونة كلاسيك على شبكة تيرا لونة طبعا زقائي كمان منصة بايننس بالأمس صرحت أنه رح يتم كمانا خصم الضريبة عن طريق السحب والإيداع فقط طبعا التداول ما رح يكون فيه على ضريبة أصدقائي رح نفتح المقال مع بعضنا شوفوا المقال طبعا أصدقائي بالنقطة الموجودة أمامكم رح متضخل على المقال الخاص من منصة بايننس عن عملية تيرا لونة كلاسيك رح يقول لن تتأثر التداول الفوري والهامش بهذا الحرق الضريبي الحرق رح يكون على عمليات السحب والإيداع فقط على الودائع وعمليات السحب فقط رح يتم حسم 1.2 بالمئة من إيداعك أو من عملية السحب اللي عبر تقوم فيها طبعا هذا الشيء رح يرفع من رسوم السحب والإيداع على شبكة تيرا لونة طبعا عمليات الحرق رح تتم عن طريق شبكة تيرا لونة عن طريق عملية السحب والإيداع فقط ليس عن طريق عمليات التداول هاي نقطة مهم يا أصدقائي اللي سنفهم بهاي التحديث طبعا أصدقائي لحد الآن لم تتم الموافقة عملوا تصويت على شأن الحرق طبعا عملوا تصويت من شأن الحرق وحاليا نسبة التصويت هي 99% موافقة طبعا رح تبدأ عمليات الحرق بعد الانتهاء من التصويت ومن مباشرة الحرق رح يتم الحرق من منصة كيو كوين ومن منصة باينانس على عمليات الإيداع والسحب فقط أصدقائي نكون وصلنا هالفيديو وبتمنع الفيديو كنا لأعجابك لا تنسى تشترك بالقناة فعل زر جرس تضغط على لايك حتى يصلك كل جديد في عالم عمد رقمي مع السلامة ودمتم بخير اشتركوا في القناة